التوصيات اللي خرجت منها كان الهدف النبيل منها انهم يقللوا المدد كويس لان احنا عملنا تعديل في 2013 في ظل الظروف الاستثنائية لقد بتمر بيها الدولة المصرية ففتح مدد الحبس الاحتياطي في الجرائم اللي بتعاقب بالتقبيدة او بتعاقب بالاعدام لكن في الممارسة بيحصل بعض التجاوزات فكان الحديث كله منصب على ان احنا نقول ان مدة الحبس الاحتياطي الحد اللي تبدأ به ثلاث شهور والحد الاقصى تبقى سنة او اربع شهور وتبقى سنة ونص او اربع شهور وتمنتاشر وتمنتاشر شهر لكن في النهاية فيه اتجاه عام داخل الحوار الوطني لخفض مدد الحبس الاحتياطي مش بس خفض المدد الحبس الاحتياطي ووضع اطار زمني للتحيات يعني ممكن الحبس الاحتياطي سببه ايه سببه انه القائمين عليه بيحاول يعمل نوع من التواسط بين حق المتهم وحق المجتمع فعشان يعمل ده بيبقى عايز يبقى فيه حبس الاحتياطي البدائل المطروحة كانت موجودة في القانون في 2006 لكن بندور لها على سيخة بدائل الحبس الاحتياطي مهمة جدا اول بديل لها هو منع المحبوس الاحتياطيا من مغادرة مسكنه او موطنه اللي قام الجبري اللي قام الجبري اتنين منعه من ارتياد بعض الاماكن مايروحش بعض الاماكن يعني لو بيعمل درستة في اماكن يعني بيروح فنادق ويعمل مشاكل بيروح الجامعة ويعمل مشاكل مايروحش الاماكن اللي هو بيعمل فيها مشاكل كمان يروح الاسم كل يوم او المركز في توقيت معين يوقع ان هو موجود المراقبة الشرطية المراقبة الشرطية دي دول تلت حاجات طيب نضمن نعمل دول ازاي لما كانت اعداد السكان عدد سكاننا قليل كان سهل ان احنا نعمل ده يعني عندك شيخ حارة وشيخ بلد وشيخ غفر وعمدة وبتاع بلد نعمل لكن في ظل تعداد السكان تجاوز 110 مليون بقى فيه طرق جديدة بعض الدول العربية سبقتنا فيها واحنا خاطرة الشرق في هذا الامر فاترحت فكرتين الفكرة الاولى مرتبطة بالاسورة يعني اسورة تتبع اه يعني بتتعامل بشكل تقني او قبل كيشن يبقى على التليفون وفي الحالتين خروج خروج المتهم شبر واحد شبر واحد مباشرة يدي الحق للجهة الادارية انها تقبض عليه وتنفذ عليه الحبس الاحتياط طيب انا سؤاليا يمكن احنا كنا قبل كده حاليت معايا في مدخلة يوم الجلسات وتكلمت عن فكرة التطبيق الفعلي يعني احنا لما نيجي نقول ان احنا هنركب اسورة مثلا او هنعمل او اطفر فاحنا بنتكلم عن كده جهات تانية دخلت وزارة اتصالات مع وزارة الداخلية مع يعني حاجات كتير بقى هتدخل في بعضها التطبيق على الارض هل احنا عندنا من الامكانات اللي تخلينا ان احنا ننفذ هذه التوصيات يعني عايز اقولك احنا الكلام سهل طبعا طبعا يعني احنا دي والتوصيات ممكن تكون سهلة ايو دي امال وطموحات لكن الامانة تقتضي برضو ان اقولك انه مؤسسات الدولة بتشتغل على الموضوع من بدري كويس وكان اللي مطروح هو هندبر موارد مالية منين عشان نضمن ده الموارد المالية دايما هتدبر من الغرامات اللي بيتم الحكم بيها او من الكفالات اللي النيابة او المحكمة بتفرج عن المتهم على زمة القضية على زمة القضية فالكفالات والغرامات يمكن منها عمل الاسور انا عايز اقولك البعض كمان ده بيطرح الناس بيطرح افكار جديد ان داخل مراكز الاحتجاز الجديدة يتعمل فندو ويتحبس فيه المحبوس احتياطيا على اعتبار ان المتهم بريء حتى تثبت ادانتو لانه بالتجربة عشرات بلمقات يبقى موجه لهم اتهام وبعدين يطلع براء عشان كده كان فكرة التعويض مهمة جدا التعويض المادي والتعويض الادف يعوضوا ماديا عن عدد الايام اللي هو تحبس فيها ويعوضوا ادبيا بانه ينشر في جريدتين رسميتين خبر انه هو حصل على البراءة بشكل واضح مش زي ما نصف منعمل الخبر قدي كده قدي كده ولما يخرج براءة ما بحلش بيعرف عنها حاجة وكمان لو هو توقف من عمله او تفصل من عمله ان يرجع عمل طيب خليني اروح يعني احنا كده تالي استوفينا الملف ولا حريك عايز تضيفي حاجة تانية لا عايز اقول بس انه الحبس الاحتياطي الاتفاق العام في كل دول العالم انه هو اجراء احتراسي يعني اجراء الهدف اه مش عقابي فمهمتنا كمان وحنا بننفس وحنا بننفس ان احنا نتعامل معها على انه اجراء احتراسي وبالذات في القضايا البسيطة اللي لا تتجاوز الاقوبة فيها سنتين او اللي ليها بعد سياسي او اللي متعلقة بحرية الرأي والتعبير او بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ودي اشهر القضايا ان موجودة عن دا خلينا اروح بقى ليه يعني ملف تاني وهو فكرة يمكن ان احنا وربما دا يبقى مهم لان احنا ما بتتكلم عن حوار وطني فبنتكلم كمان عن مجلس نواب وارتباط